مساء الخير نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة وكانت الأجواء معتدلة ووصلت العدماء في عمان 26 درجة مئوية هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة إلى باردة نسبياً وبتوصل درجة الحرارة إلى 16 درجة أما رطوبة 87% والرياح شمالية غربية غداً أجواء مشمسة وحارة نسبياً نهاراً ولطيفة ليلاً وبتوصل درجة الحرارة بنهار إلى 27 وبالليل بتنخفض إلى 21 درجة يوم السبب بتكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً مع نشاط على حركة رياح وغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار إلى 33 وبالليل 17 درجة يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق وبتوصل درجة الحرارة بنهار إلى 25 وبتنخفض بالليل إلى 15 درجة بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد في باقي مناطق المملكة بتسجل درجات الحرارة في إربة 19 وغداً 32 عجلون 17 وغداً 31 جراش 18 أجواء صافية وغداً 32 درجة المفرق 16 وغداً 32 ازدرقاء 18 وغداً 32 درجة مئوية بتسجل درجات الحرارة في الصلت 16 وغداً 29 مادبة أجواء صافية 16 وغداً 27 مطرم الكالية 15 وغداً 31 وأجواء حارة نسبياً البحر ميت 24 وغداً أجواء حارة 37 الطفيلة 16 وغداً 28 الكرك أجواء صافية 17 وغداً 29 درجة معاً 17 وغداً 29 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 25 وغداً أجواء حارة 39 نهاية برويشد 20 أجواء صافية وغداً 34 إذا ملخص التقس خلال اليوم والأيام القادمة تقس بارد نسبي نهاراً وارتفاع على درجات الحرارة وتقس معتدل ليلة الجمعة وإلى أخبار التقس والمناخ عالمياً ضربت عواصف وأواء وأمواج عاتية سواحل الهند وباكستان اليوم قبل ساعات من وصول إعصار قوي إلى اليابسة فيما يبحث الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الفرار عن مأوى وفر أكثر من 157 ألف شخص من المسار المتوقع أن يضربه الإعصار وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنه قد يدمر منازل ويقطع خطوط كهرباء ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية النشرة شكراً لحسن المتابعة عودة إلك مهند شكراً مريان